منها الصداقة تم التشكيك فيها السنة الماضية بعد المحنة الكبيرة اللي تعرض لها شاروخان في أكتوبر 2021 لما تم القبض على ابن أريان فالكل لاحظ غياب كجول وقتها وعدم مسندتها لشاروخان ولذلك وجهت كجول موجة غضب كبيرة من عشاق شاروخان اللي اعتبروا أنها مش صديقة وفية مثل ما كانوا بيعتقلوا خصوصاً أن وقتها قامت كجول بفقرة الإجابة على أسئلة متابعيها على إنستغرام ولما تم سؤالها ليش ما قدمت أي تهنئة لشاروخان بمناسبة عيد ميلادو اللي تزامن مع خروج ابن أريان من السجن قالت أنها ما عندها أي تهنئة وأضفت أنها بتعتقد أن كل أمنيات شاروخان تحققت لما رجع ابن للبيت وطبعاً رد كجول ما عجب البعض اللي لاموها النجمة على التزامها الصمت خلال محنة ابن شاروخان واتهموها بعدم الوفاء لصداقتها بشاروخان واللي كانوا بيتوقعوا أنها رحت ساندو بشكل كبير لكنها في المقابل ما ظهرت أبداً في الصورة واختفت طيلة المدة اللي كان فيها أريان محبوس ولذلك الكل بيقول أنه حالياً الأمور تغيرت والصداقة اللي كانت بين شاروخان وكجول يمكن تكون انتهت لكن الأيام هي اللي رح تأكد أو تنفيها المعلومة